اشتركوا في القناة اختر ألوانها بتأنف سيبك من الأسود والبني تشليك في الألوان الففحة تلقى حياتك تضحك ليه تكتب إهداف ناس عايشين عالف والوطع مية سنين ناس تعبانة وطفحة لقوتة لكن بعشتهم رطيين الدنيا فلوس في فلوس في فلوس قالوا إن المنحوس منحوس يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فلوس يوم ورى يوم والحد ما يكملوا 30 يوم وما بنا عيشت قصر وبدلو هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسوكوا عندكم حديقوا اوه وتروحوا شبال ويمين لغزوا حدودة وأغاني كمان افطروا حلوا واقعدوا يلا استنوني وشريها تفنين ألوان موضة جنان حكاية أشكال على ألوان مثلا أنا الناس بيتشوفني في الدنيا بيحصل قلبات وهي الدنيا يا ناس غير إيه ميكاب روش فستانسي غلة كبيرة وعربيات وعندك اللي بتحلم بيه أنا بقى شبعي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوي هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن مولوكين فينا اسم الدنيا بديدهان جوابتهم من غير عنوان وإنا بخف علينا شوية أصلحه مش نقصاتي كمان يوم ويوم والحد ما يكمل دلتين يوم وما بنا عيشت قصر وبطرور حتشوفوا حكايتنا وأحلبنا وحسوكوا عينكم حد يقوم قوعد روحوش ملوي من لغز وحكو دو أغاني كمان افطروا حلو وقعدوا يلا استنا من اللجوش ويله من اللجوش ويله من اللجوش ويله اشتركوا في القناة اوه الله يا حجة سنكفولة نسيت المجلة بتاعتك اوه الورث اللي سابهولنا اجدادنا العظماء مش اي لازمة الوزة والبطة اوه شوفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي احنا اتبع دلنا قوي انا شاكلي بقى وحش قوي قدام سيف يترى بيقول علي ايه دلوقتي ماما ميمي انا امبرحت فضحت في النادي في ضيحة بجماجب بجلاجل جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجب متخوف اكتر بكتير تبقى قوليلي ام مامي ميمي عايزة تسيبي شعرك كيرلي ناترل كده... ولا اعملك بريد؟ لا اعمل ليلي بان نيلي نيلي الحيا نيلي أنا لقيت رسالة في المجلة اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي؟ ايه حاج مالك؟ حيني يا نبي! حيني يا نبي! ايني! ايه هو ايني! لا لا يا ماما ميمي! هو انا خطفتكم يا نبي! خلاص يا ماما ميمي! لا لا لا! اخدي خدي خدي المجلة! ما انتزع ليش يا ماما ميمي ام فاري ساري ومن فضلك اهدي بقى شوية عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا! وانتي بليز انجيزي عشان هيا مش هينفع تفضل كده كتير! طب اعمل لها ايه؟ ما هي المكاليتش رادية ولا تسيب المجلة ولا تسيب الابتي! ما تسيب لها المجلة يا شريهاء؟ الست ما فيهاش نفس! لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي ويحسبوها علينا يا بنياتنا! ونخش فيها السجن عبوس ايدي! يا خالتي سيب لها المجلة ازاي؟ بقول لك جدنا سايب لينا رسالة بيقول لنا هنلاقي الصروة فين! انتي قبلة يا بنتي! صروة ايه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو انتو مش قلتو ان جده فلوسه اختفت وسبلوكو المجلة دي؟ ايوة! وعمو عبدالله قال ان اخر حاجة جده قالها قبل ما يموت ان الصروة في لغز ميكي؟ اه اي! اوكي! ومين بقى يا تيزة اللي كان بيقال في الكلمات المتقطعة دي مش هوا؟ انا بقى حليت الكلمات المتقطعة دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رسالة رسالة ايه وصروة ايه اللي في الكلمات المتقطعة دي؟ اهو! اسمع عشان تصدقيني! الى من يقرأ الرسالة اذا اردت الوصول للصروة الحل لغز ميكي؟ ده كلام جانرال قوي هو قصلا مش عارف هو بيكلم مين؟ طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقطعة؟ بس انا مش فاهمة يعني ايه الحل اللغز ميكي؟ مش المجلة كلها اللغز ميكي؟ يا بيت اللغز ميكي يا بيت اللي بيبقى في اول صفحة هو مش فاهمة بردو بيقول ايه يعني؟ وانا معرفش انا كمان انتوا فاكرني يعني فاكوكة اول ما انا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة ولو قاعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة ما تقولين احنا يمكن نفهم؟ لا والله طب اسمعي يا خالتي اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي حد فاهم حاجة؟ اه اه التشاش يعني طب ما نفكر ماما ميمي هي تفهمنا ياختي نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين لو كانت عرفت كانت حلتها كان القرد نفع نفسه القرد برضو واتقفر على فكرة اللي بتتكلموا عنها دي جدتي يعني لو ما احترمتوش نفسكو ناسيبها عليكو طب احنا نعملي دلوقتي ولا حاجة احنا الرؤلس عبدال يمكن يقرى في حلة مع انك ست بيئة وويرد جدا بالنسبالي وبكراهك بس جود ايديا من الهرت للهرت راسولي يا حبيبتي سانكي يو نفكر ماما ميمي بقى اللي وسمعه لا استنى قبل ما نفكر ماما ميمي دي بقولك ايه حاجة انا هفكك بس عفا لو عضتني ايه ايه طيوبة قوي ماما ميمي دي طيوبة بصي بلسم لا لا عزبيها بس لو تبطل حيقات عدي الغريبة كده اه ايه اصعدك ما قاعدة ايه اراج claro انا متشكيرة قويه سيف ان انت تريد تيجي معنا المشواره دا اني عارفة ان انا بتعبك معاية بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه كان نزومه إيه بس تتعبين معانا ما كنا خدنا مكروباست تليز تليز ما تجبليش سيرة الشيء ده تاني أفر ده كان أسوأ يوم في حياتي أنا مش هحكي لك كل اللي حصل هقولك موقف واحد بس صغير كان فيه ستة قاعدة جنبي بتردع ابنها مش من الببرونا طيب وإيه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة بالهنة والشفا بس الليه لما الطفل يخلص الردع يشقطع كلها عليا قشط اسمها الطفل قشط إنه ما يشقط دي هناك فعباس العقاد يا جماعة أنا كده كده ما عنديش أي حاجة وبعدين يا ميل انت توموري طب أقول لك إيه يا برينسا هو الكاسك مش شغال ولا إيه؟ شغال طب إيه بيشغل شرايت ولا استوانات؟ لا في ايو اكس خده شغل انت عايزه لا لا أنا ملناش في الأجنبي يا ابن عمي شغلينا كده حاجة شعب جميلة اسمع يا شوشو وديني رمضان آه حل وديني أنا كمان رمضان حشتوني قوي قوي انت عارفين من كترة عادتي في السجن اكتشافت ان احنا قوتنا في لمتنا؟ انتوا حشتوني قوي أنا كنت متأكد انكم مش هتغيبوا عني أكتر من كده ونقول لكم تيجوا تزوروني على طول بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص والله خير احنا عرفنا ازاي هنوصل للصروة بتاعت جده صروة داد؟ ازاي هاوة؟ فاكر المجلة اللي سابها جده اللي ماما وميمي مسكها طول الوقت أيوة بله لقينا فيها ميسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس ميسج في المجلة؟ ازاي؟ هاوة؟ انا حلت الكلمات المتقطع ولقيت فيها رسالة بيقول فيها ان الصروف لغز ميكي حاولنا بقى نقرأ اللغز وما فهمناش حاجة ايوة هو اللغز بيبقى صعب شوية بس انتوا فاتيتكم بحاجة الحل بيبقى بالمقلوب دايما ايوة ما احنا حلنا بالمقلوب وما فهمناش حاجة برضو طب هو اللغز كان بيقول ايه بالزبط ثانية واحدة اتفضل ايه ده؟ اندو كيبتوا المجلة دي ازاي من ماما ميمي ازاي هاوة؟ ما هي خالتي حطت لها حبايتين اباتريل في الشاي كوّمها اه ايش ممكن بندو ده؟ انا متربي على بندو سيبك من بندق وخليك مع ميكي عرفت تحل اللغز؟ بس ايوة المسألة صعبة بس يمكن يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه؟ ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاعه جده كان في عمارة اسمه عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري طيب يبقى الحل في المرسم ده؟ انهو صالحنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد بس مش ينفع تروحه من غير بندق لانه بندق هو اللي مع المفاتيح مش وقت استذراف خالص يا عمه انجز بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بغزرش هم بتكلم جد نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد بابي لخص مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره الراجل ده هو المربينا جده ما كانش بياخته خطوة من غيره بنداري يبقى بندق وبندق يبقى هو بنداري طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطة قوي انا معي اعنو هنا سبحان الله يعني الحوار ده تلعب جد؟ شكله كده يعني جدك كان يقصد حاجة باللغز عشان نلاقي الكنزة بعدين بعدين بقى ياسيف نتكلم في الموضوع ده مرسي قوي يا جماعة انكم جيتوا معانا تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فان؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاك عند عم بندق جايين معانا ليه؟ عشان يا ليه في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالزبط انتي اكيد مش في وعيك بقى ليه يا حبيبتي او مش جدي زي ما هو جديك؟ ايوة بس هو ساب لنا احنا المجلة وسب لنا احنا الفلوس بقولك يا يا بيت انتي الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله هو لو كان عايز سيبلكو فلوس كان يسيبلكو انتو كمان مجلة انتي شاكلك نصبة يا بيت انتي وعايزة تأكل حق حقك ايامو انت خلف انتي حق يا حبيبتي بالشرع والقانون تعيني اطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حق انتي فكرانيها فيها ولا ايه؟ ده ناكلك صح يا كده لا انت شاكلك بقى قالت لي انا ابو عايزة تهدر مين دي لا انا انا ممكن عجلابك بس 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 مش عارفة سوق بتوتر ونساي طب تجيبها سوق انا شواء يا اخي ما تلمسنيش ومحاب بسوق عربيتي غيري اتجودة خلاص يا جماعة خلاص انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجلة وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني صدقي فعلا فاكس؟ ده حوار عبيت اساسا واحنا مش فاضين للكلام ده بالزبط ها قولولي بقى تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطا مأطوعة ولا في وطوبيس ولا مكروباس ولا توك توك حتى هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا ياهاني تاكسي يا بيت انت تجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا ياهاني اللي في التحرير طيب خليكو انا كده كده اعدى على التحرير يبقى نزلكو هناك بالمر احنا مش رايحين التحرير يا سيف احنا رايحين اكتوبر اكتوبر يشمعني؟ مش احنا قولنا هنعدي على شريف وسوه عشان نروح السينما؟ ايه ده هو شريف راجع من البلد؟ الباشا من شوية قال ان هو رايح التحرير مفيش مشاكل روح التحرير ونزلنا مهما شا ناخد اي حاجة من هناك هشهشت احنا مش نروحين الاماكن دي خلاص نزلنا المؤسسة وناخد مقرباص وعمرنا لله انت اللي بتسعبها؟ وما هننزل هنا فين يعني؟ بقولك ايه نزلنا المؤسسة يا اخي ما تلمسنيش قلتلك وبعدين انا ما عنديش مانع هنزلك المؤسسة لكن هنزلك مؤسسة ايه؟ مؤسسة مصر الخير مؤسسة الوفاء والامل انا مش عارف مؤسسة مؤسسة يعني ما احنا هنركب تاكسي قلنا؟ ايه تاكسي تاكسي اه تفاع انت؟ هدفع يا معافن يلا سلاموا عليكم يلا استني اديني المجلة الله هاتي مش قلت مش فاقية معاك المجلة المجلة بتاعت ماماميني اصلا طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي مش انتوا لسه هتخشوا السينما مش تدخلين السينما؟ ايوا دخلين السينما طيب خلاص يبقى سلاموا عليكم النبي على جنب بقى يا عريس شكرا الله سلاموا عليكم قلنا راحنا معاهم السينما اسكن بقى انا عمالك اذا كنت مش فاهم حاجة حدقى ايه القبى يا ستا؟ حدقى ايه انت بيش راح التحرير هصحبك بعدين يا الله يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز متبقاش اوفري يا سيف كنز ايدي فلوس عادي خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه نكتفه ونقوم ضربينه واخدين الفلوس لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم اسكت بقى اصلا جاي عندي طاقة كده ومتحمس ان انا كتف حد طب خلين اعرف ده البيت ولا لو سمحت ده بيت عم سنجاري سنجاري ايه؟ ده بيت عم ردة مقفول واحنا جاينا قد دورة لو سمحت ده بيت بنداري عم بنداري سكن في اول دور طح شكرا ريحت وقلبت دون يا عم سنجاري شكرا هاي انكل بندق اهل الو سلام اهل الو سلام لابنتي حضرتك مش هتعرفني انا نيلي عبد الله مكاوي انا نيلي مش معقولة انت كبيرة يا حبيبتي تفضله تفضله اولاد ولا 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 يعني ايه شكرا جينا فيوقتي مش مناسب اصلي طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الربدة يعرف ان جوا فيه شاء اللبزات ولا ليه اتفضله تعالوا تعالوا اتفضله يلا ايه ده هاي خلينا نتفرج شرفتونا اتفضله اتفضله ازيك يا انكلام بندق لا ارجوك ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش الوحدي مش قلتلك الراجل ده بتاع شاء اللبزات والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده عشان كنت اتطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان بص بايا انكلام بندق انا مش عايزة اي بني قدم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا بالزيت اللي اسمها الشريهيندي خلاص يا بنت خلاص خلاص اعتبر سردك ده في بير طب ده جدك الله يرحمه وكان بيعتبرني انا بير اسراره صندوق الاسود اللي بتحط فيه كل الاسرار بتاعته الحمدلله بعد ما مات ما فيش سر منهم لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت كويس قوي طب اه يعني لو ارزي يعني ايه ايه اللي فكركوا بيا كده كلكم مرة واحدة كلنا مين اه 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 انا كنت عايزة اطلب منك طلب كنت عايزة توديني المرسم بتاع جدوء اللي في وسط البلد نفتحه اخد منه حاجة بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور بجور whatever خلق 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 خبور وبور مبور ايه اللي انت عاوزينه وقت اما انت تكوني عاوزة تعملي كده قولي دي بس وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم اعزك دو دلوقتي حالا دلوقتي ما دلوقتي ما هنجعش ما شايف عليه خلبوس عمي بندو حبيبي عمي بندو عمي بندو والحمتا شريهان نيلي عرفتي بقى ما ينفعش ليه دي اخر حاجة كنت تتخيلها ما شيليهان وهعم من دو لا ايه ايوه انا مش اتركت بالسايب او ايه你 ايه 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 ده عايز تيحمس كمان بالشاي انت هنا انا دلوقتي عرفت الاسم يك respecto والا واء lemía نفسا انا لازم امشي من مكان القازر دوت ازاي حضرتك متقلش ان السحلبة دي موجودة هنا ولا ولا ولا.. أه ما انت أر theater أرادك كويسي ان السحلبة دي قالت لي برضو ان انا مقلكيش ان هي!! انا السحلبة دي يا حاببتي يا اللتي السحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا لا يا حاببتي السحلبة دي الموجودة من بذر عشان تاخد الفلوس من وراية أنا احتامي نفسك يا بتانتي السحلوبي نتُفعلي لمن نفسك يا بيتان الله،له،الله فييا didn't انا فريد things لمن نفسك يا د بديو سبعا اذنك كدا؟ يا سحلابة يا سحلابة يا سحلابة الله 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 طب اقولك على حاجة السحلابة دي تبقى أم يا سحلاة ايه بس كلا بس أعيش بك في إيه عمي بندق عمي بندق حرام عليكي واللهي الراجل حيموت انتي السبب وانا مالي هو انا لو كنت بضحته بالزهرية ما تقولي ليش كدا في وشي قولي فيز قولي فوزة حتى أنا ما تقوليش أنا كدا في وشي زهرية برضك انتي اللي بطحتي بالفيز انا كنت عايزة أخبطك انتي بس انتي اللي مشيتني ما كنتش عارفة اصلا كدا كدا ما كنتش عارفة أخبطك بالكوكاعة اللي على دماغك دي كوكاعة دابوني لا بس بها انتي واي خلونا تشوف الراجل داي اللي حصالي عم بندق عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعة طب صوصولو في ودنا ممكن ينتر شيف 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 انت ايه اللي جابك هنا جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي وبردو هتقولي فلوس جدي بص يا حبيبتي عشان نجيب من اخي كدا انا ليا في الفلوس دي زيك بالزبط بردكي او غصبة عنك والمجلة معايا عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا واسهلا مش عايزة انتي حرة هي كدا يعني بصيح والحمد لله بيفوها يا جماعة بس 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 كلبه راح كلبه راح اهه خير الله خير الله اهه جبنا العيشة ملادية وحاطونه في التلاجة عشان تشيخ اه اه جبنا العيشة وحاطا لها في التلاجة الحمد لله انتا بين انا العيشة ملاديا اه وانا التلاجة لا لو سمحت يا عمبون دو مش وقت وقدرين اذكريها خالص عايزين نروح نشوف الفلوس اه انتي مين أنا نيلي عبدالله مكاوي نيلي نيلي والله كبير دي يا نيلي ايه يا عمي؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن كل حاجة زي ما هي أنا مجيتش هنا بقالي 15 سنة لكن كل حاجة زي ما هي المحلات المحلات اللي برا والعمويد بتاعته النور حتى الخشب ده كله كله يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبداً كل حاجة كده والعمويد والأبوة دي وكله كله كله يا عدون يا يا ايه ده؟ حتى عم عبدالله من 15 سنة دي قعدته كوبة الشاي والمتاول يمكن بس غير الجلبية لكن زكا عمي عبدو زكا عمي عبدو اخبارك ايه؟ ايش فاكرني يا راجل الزكرة بقى انت عرفين؟ 15 سنة يا سنة فاكر عمي عبدو الزكريات الحلوة شفاء قبل ما كنت بجيبني طبق الفول والو طحينة والزية الحر؟ اه؟ moleكن ياوت ساعتها كان آخر طبق يعني محلسك تنجش عليه زكى عمي عبدو حشني قوي 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 بس على فكرة اعني انا مش عمي عبدو يا دي مش عمروط الضمنوري نأ دي مش عمرط الضمنهوري عمروط الضمنوري هناك هي اللي هناك دي طيب وانت لما عدك انا عمي عبدو برضو هتقول لاي boundaries انا بسميش عمي عبدو ايه ده بس انت بتنكر نفسك ليا عم Attorney برضو هيلي عم عبدو؟ ما تعصبنيش والداياك خلاص 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 يلا بيناي عم بندق يلا يلا صاري عم عبدو برضو عم عبدو بس بس الله في ايه؟ في ايه؟ أكذاب كذب ألا ألا عم عبدو تعالي كش بالكفوش أنا مش شايفة حاجة هو النور معطوع ولا ايه؟ ثاني واحدة هشد السكينة كله هيولع أوكي ياه انكبوت ما كان غريب ده الناس الخيوته مش موجود سيف ممكن تجي جنبي هنا؟ ممكن يهجمنا في ايه لحظة بس بق ترجمش اللي بستخدوش ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب هو جدك كان بيتبع من شرابتك ايه ده؟ البيتاع ده؟ ميكيماوس مين ميكيماوس ده؟ هو جده غبي ايه ايه الناس دي مأتولة طبعا بجانكم؟ ايه 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 السكينة انا خايف منك انتا ولا هاني البتاع ده غريب قوي ده ميكي مين ميكيبار اللي انت بتقولها واو مين 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 م هو إحنا جايين نسكن هنا. إحنا جايين ندوّع على الفلوس. شوشو! شوشو! إيه! هاقض! إستنى يا ماما! كان كله طراب! يا عرف! يا حرف! تعمل إيه! تعمل إيه! تعمل إيه أنت! عادي يا شوشو! عادي! طب إحنا جينا المفروض ندوّر على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيكا هو مش فاهمين حاجة. بس قدينا بنفكر. بس اللغز بيقول إن الخزنة بتاعت الدمان هو يتسرقت. هتفتكوا فيه خزنة بقى هنا؟ أنا ما أعتقدش إن يكون فيه خزنة هنا. لو فيه خزنة تبقى في قوضة مكتب. آه ولو موجودة هتبقى السرقت. طب ما تيجوا نشوفوا القوضة دي يا جماعة ممكن تكون قوضة المكتب. تعال. بقول لك يا سيد. إيه؟ خش دور على الخزنة هنا وأنا هدور هنا. مطرابة أوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما هتحاولش مفيش. إيه؟ إيه؟ أعمل لك كوبال شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا عم بندو مش عايزين شاي لأنك لو عملتنا شاي هتوقت تاني وتجي تخدنا تاني. فشكرا مش عايزين حاجة. خليكوا أفرها. خلاش أنا ناسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت. في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا ولا تعمل زي عم عبد البواب. لا 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 أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده. ولو كان جده وجاب خزنة كان قال لي أصلا هو بميخبش علي حاجة أبدا. خالص جده بحبي لي. انت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. وما تنظفه؟ بيجي لحساسية. وبعد كده أقول لكم اللي حاجة. بصراحة؟ أنا ليه ذكرات جميلة جدا جدا جدا. تهرا في اللوحة دي؟ ملا. أنا اللي بعلقه. جبت مصمار عشر 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 صنتي صلب حطيته. قلقته ماشا كدابش وقلق لهو. رجت عنك اهو. جاي تنزل طبعا أمن جاي على صباحك ما جايش في المصمار. لا جاي في المصمار وعلقت اللوحة. وما انت عاد تعملي كده ليه؟ فكرتك هقول كده. بحيب الساسبينس يا أولاد أصلا هايف. استنوا يا جماعة. اللوحة دي هي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الأفلام اللي انت عايشة فيها دي. وبعدين انت مش سمع دلوتي عما بندو بيقولك هوا اللي معلقها بنفسه. حتى جايب التوبة والمصمار عشر سنتي صلت. وراح عامله كده. وعمل التوبة جامد كده تش. ما خبتتش في أسبوعه. راح.. لا. حتها عادي. ايه ده؟ الخزنة دي ليه رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان فيه رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليه رقم سري. بس انا بقولتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والسعي كده. تاريخ ميلات جده كام؟ تلاتين عشر اربعة وثمانين. تعرف منين انت؟ اللي عرف منين. اي عائل صغير عارف تاريخ ميلات جده. ده الداف الأقلي وافريقيا يا بنت. انا مش بتكلم على جده ده. انا بتكلم على جدنا احنا. اتنين وعشرين عشرة. الف تسعمية اتنين وتلاتين. يعني ناينتين. ماليش الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين. معروفة ان التلاتة اكبر بالاثنين. انتو بتقولوا اتنين وتلاتين فانا بتلخبط مب. خلصني وبابل. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلاتي. تاريخ ميلاتك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني. ما هو بيفتح الامل بتاعي. الباسورد تعال اي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه ايه اي تي ام دي؟ اي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. ال اي تي ام دي البطاقة الاتيمة. عشان كده اسمها ال اي تي ام. اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي. مش لما تجد تخش مكان يقولك. لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح. هو ده. انتو بتخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. اوه المكان ده فيه خلانة نفكر بشكل متخلف. ونفكر بشكل علم شوية. انا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده. يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد الموجود على المجلة من بره. اوكي. انا بس بعد ازنك. ازنكو. ازنكو. ممكن بعد ازنكو. تفدن. ترفضن ازنكو. لا ده. تحيكة من فضير المنزل. لا دهدة. ش ś Σ. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة